المقيم بالتأكيد العمل اليوم بالكويت الموجود المقيم غير عن الوسيط وانا ما تقدر ترخص مكان أو مكتب للتقييم أو شركة للتقييم إذا كان عندك دفتر بيع وشراء العقارات أو إذا كنت وسيط من وجهة نظري بالعكس هذا أمر اختصاصي جدا المقيم العقاري مختص في تقييم العقار وبالعكس مجهود المقيم العقاري لو يأخذ بعين الاعتبار أكثر بصورة أكثر لكان فيه تنظيم لعملية وضع الأسعار أو تقييم العقارات بشكل عام أو عرض العقارات بشكل عام ولكن اليوم المقيم يعني بالعكس نحن قاعد نتعلم منهم وقاعد ناخد دورات من المقيمين العقاريين وقاعد نرجع لهم في الكلام هذا ولكن المقيم اليوم يمكن الناس ما تحب تسمع تقييم موايد لأنه فيه تحفظات معينة فيه دقة في التقييم الناس تلجأ إلى الأسعار الأكثر والأفضل فالناس تسمع اللي تحبه بس ما تسمع اللي ما تحبه ما تحب الواقع ما تحب الواقع هذا هو فالمقيم العقاري فعلا يعني هي مهنة مهمة جدا وإذا أخذت بعين الاعتبار أكثر من قبل جهات الدولة رح تسعى لتنظيم عملية عملية البيع والشرب والسوق رح تسعى لتنظيم السوق يعني إذا كانت لسلطة أو للزام للبايع أو المشتري أن يرجع حق المقيم لمعرفة السعر هنا صار عندنا بيانات وداتا وصار عندنا تنظيم لعملية عرض العقار وصار عندنا فعلا يعني جدية بعرض العقار اليوم العقار ينأرض مثلا أنت حضرتك عندك عقار تبيعة تقدر تعرضها على كل مكاتب السوق ما حدي يقدر يقولك شيء كل مكاتب السوق يشتغلون لعقارك بس ما حدي يقدر يعني ما في الزام معين يلزمك أنك تعرضها عند مكتب أو مكتبين أو ما في عقد معين لالتزامك بعرض العقار يعني عرضت العقار تبي فيه سعر معين يالك السعر معين هذا ما في شيء يلزمك أنك تتوافق فلذلك هذه المشكلة اللي يحنق عنواجهها والمقيم العقاري بالأكس إذا فؤل أكثر من قبل الجهات الحكومية راح للمشاكل عديدة